في ايه بقى في موضوع ابو جبل وعواد هيقفل الموتشيو انا اقول لكم في ايه ابو جبل باشا جي من المنتخب عنده اصابة خفيفة عنده اصابة خفيفة قعد مع المدرب انا عندي اصابة وقال له خلاص ماشي وكده بس هو راجع هو جاي من المنتخب هو جاي من المنتخب عارف اللي هو مش هيلعب عارف اللي المدرب هيدي لمحمد عواد يسكت ابو جبل لا جي تانيوم في التدريب لا 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 ده انا رجل شد على ده انا مش قادر قال له خلاص ماشي عادي قاعد احتياطي عاديك وعواد هنبدأ بعواد الموتش لا ما عودش انا العواد انا عود انا للعواد لا 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 انا متصابة اطلع برقايمة خلص طب يعني احنا شناك في اوقات انت كانت الدنيا كلها بيقول لك قاعد اعدو 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 جاي في داخلة موتش زي ده طب افرد عواد حصل له حاجة في الموتش هنخلي واحد من النشئين هو اللي يلعب عامة اللي ما يشناش في الكبيرة ما نشلوش في اي وقت واحنا اساسا ارفانين منك بما يرضي اللي يعني احنا ارفانين منك بس انا بقول لكم الكلام الجديد اللي جاي بعد اللي حصل انبارح ده ذريرا قرر اللي هيكمل بقية الموسم محمد عوال وقال الكلام ده لكل اللي عيب اللي مش هيشني في الموتش اللي زي ده او اللي مش هاتضره يعني كده البقال اللي لفه ابو جبل بقى ان شاء الله يتاني بقى ايه يشوف له مركز شباب يتضروا فيه لحد اما يشوفه اخر الموسم بقى هيسافر ولا يمشي ولا ربنا يبعدوا عنين يعني لا انت يا ابني كنت مرازين يا ابني يا نهاري بياد ماتش يا ابني بتاع خمسة ده يا ابني الفداحة دي بسببك انت انت مفيش خالص لعبت مع المنتخب عيليت بقى لما اقعدش على الدكة او انت ولا هتقعد على الدكة ولا هتلعب في النادي تاني يا الله عمي مع السلام اشتركوا في القناة